أهلا بحضراتكم جديد شفنا الأسباب والظروف والتدعيات اللي قدت إلى أنه الأهلي يفقد فرصة إحراز لقب سوبر كان في المتناول وطلع الجيش ركز وسعى ودافع وتمسك وحقق أول بطولة في تاريخه ودي كانت مسألة كافية جدا لتكون دافع لهؤلاء اللعبين لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربان أما أعدائي فأنا كفيل بهم الشطر الأولاني اللهم احميني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم ده كلام مهم جدا لعل يكون على لسان حنشوف لسان مين من اللي ممكن يقول لما يشوف الكلام ده أما أعدائي فأنا كفيل بهم فترة اللي فاتت طلع الأستاذ باكر سليم ده رجل محترم واحد من مسؤولي نادي مصر المقصة قبل مصر المقصة ما تتغير وترجع لهودي في الفيون لكن طلع الأستاذ باكر سليم وهو شقيق الدكتور إسماعيل سليم نايب رئيس نادي الزمالك ومدربه الكبير في كرة السلة سابقا والأستاذ باكري واحد من قيادات نادي مصر المقصة لفترة طويلة مع اللوام حمد عبد السلام لكن طلع الأستاذ باكر سليم يتحدث عن صفقة مهمة بين الأهلي والمقصة والعين الإماراتي عن حسين الشحات الأهلي اشترى الشحات بكام يا أستاذ باكري قول حسين الشحات اتباع لنادي العين الإماراتي الإماراتي خمسة ونص مليون دولار اتباع من نادي العين إلى النادي الأهلي بمية خمسة وتمانين مليون جنيه مية خمسة وتمانين مية خمسة وتمانين مليون جنيه وإحنا كان في العقد بتاعنا أن لنا مبلغ في حالة بيع حسين الشحات تاني يضاف لنادي مصر مقصر فأخذتوا المبلغ ده؟ طبعاً لقوا فيه حتة برضو مهمة برضو لازم ندي أصل الرقم ده يعني دايماً اجتهد البعض عشان يوصل للرقم الحقيقي صفقة حسين الشحات في حركة الأول مرة بتعليناها أنه 185 مليون جنيه ده الرقم الفعلي ده الرقم الفعلي اللي احنا أخذنا فيه النسبة بتاعتنا عايزة أقول لك والله براوة براوة والله براوة بسم الله ما شاء الله أستاذ باكر سليم راجل أنا يعني أنا بحبه بس هي وسعت منه وسعت جامل أنا عايزة بس أسأل له أستاذ باكر هو الدولار حداكم كم يا أستاذ باكر أنا عملت الحزب كده طالع أن الدولار في مصر للمقاصة ب37 جنيه الضعف أكتر من الضعف ب37 جنيه مش بـ 15 أو 16 مش بـ 17 هو قتا كان بـ 17 يعني وقت حسين الشحات كان بـ 17 فإحنا دفعنا خمسة مليون دولار إلا إذا فيه حد كان بـ 16 أه أه كان بـ 16 أه أنا أقول لك الرقم الرسمي 16 16 في خمسة بـ 80 مليون جنيه 80 مليون جنيه فأراد الأستاذ باكري وخدت كمان منهم وبعدين وهو يتحدث قالك أنا أبطت خمسة ونصف مليون دولار من العين من العين بس هو هتحدث بالجنيه الآلي دفع 185 مليون جنيه يعني العين خد مني أنا دفع لك أنت بالدولار وخد مني أنا بالجنيه المصري ليه المنطيق دي كنت بالمصري وياخد مني أنا بالدولار لكن ماشي اللي أنت خدته أنا معرفوش أنت خدت دلوقتي في سنة ونص خمسة ونصف مليون دولار منه وهم خدوا 185 مليون جنيه من نادي الأهل حسبت الدولار إزاي اخنا عطوه من الدولار من 37 جنيه يا أستاذ بكري قول لي علشان أجي أنا وآخرين نوقف طوابير نتعلم هذه اللعبة الرائعة إن من 16 جنيه أقوله نام نام الدولار من 7 اللي يغيزك بقى إنها هتمشي كده مهما قلت له محسبوها لا خلاص كده هي كده حسين الشحات بمية وخمسين لا بمية وخمسين بمية وخمسة وثمانين حتى للزميل أعتقد كان كريم خطاب المستضيف مش كده هذا الرجل لازم يستغر كريم بيقوله يعني ده أول مرة يتقال السعر الرسمي لحسين الشحات الناس كتيرة قالت أرقام فأنت أول مرة بتصرح بالسعر الرسمي فكده خدت الخط بص يا أستاذ بكري النادي الأهلي وده على لسان وتأكيد للكابتن أمير توفيق مدير التعقدات أنا بكلمك كلام هتسمعني كده أني بعوب 12 مليون دولار أنا بكلمك الكلام الرسمي اللي أنا بقولك بموجب هذا الكلام الرسمي لو عندك وراء غير اللي أنا هقوله أرجوك طلعه لأنك تقريبا أنت روحت في سكة تانية خالص الأهلي دفع اختلت عليه في شراء حسين الشحات من العين الإماراتي 80 مليون جنيه خمسة مليون دولار دولار أنت ما دفعتش مصري 80 مليون جنيه أنت دفعت 5 مليون دولار رح سيبها إذا ما تيجي تبقى 80 مليون جنيه تتحول وده تأكيد الكابتن أمير الأهلي دفع 80 مليون جنيه تيجي تقول للأهلي دفع 185 مليون وإنت خدت الحصة بتاعت المقصة النسبة المقوية بموجب أن هي 185 أرجوك طلع وراءك أنت ما بتتكلمش في فرق مليون واثنين مليون أنت زودت 105 مليون زودت عن ضعف القيمة فعشان ما يبقاش ده السعر لأن حسين الشحات الحقيقة مش نقص ضغوط ده هي 80 والنص مطلعها عينه قال لك أنا قعدت سنتين كل ملعب ده اللي الأهلي دفع فيه كذا وده اللي الأهلي دفع فيه كذا رغم أن اللي خد الفلوس للنادي الإماراتي مش حسين الشحات لكن كانت جزء من الضغوط الكتير عليه وهو لعب دولي محترم وأعتقد يستحق كل القيمة اللي ممكن تدفع فيه لكن أن أنت تطلع تفتح منك قوي كده بقول لحضرتك بشكل رسمي طلع ورائك إذا كان الأهلي فعلا دفع 185 وانت خدت في مصر المقصة النسبة المقاوية المتعقد عليها بهذا الشكل عصلا أنت اللي خدت مش حد تهني فاللي أنت خدته طلع ورائك أنا ليه عندي تفسير أنا أعتقد هو يعني الاختلط عليه الأمر هو جاه يقول يعني أو هو الثمانين ما عرفش في زينيته إزاي وصلت 185 ما شوانا تتبه لك أنا خدنا كده يعني هو أدرب خد كام لا هو هو خد خمسة ونصف مليون دولار ملعين ملعين خد طب والعين باعوا بخسرة العين كان طالب 6 من الأهلي كان طالب 8 كان طالب 8 بعدين وصل لستة ووقف شوية وإحنا وفصلنا لأربعة ووقفنا شوية وبعدين وصل لخمسة وفصلنا أنا معلومات إنه تنازل ساعتها لا هو قال لهم أنا يعني ليه حوالي 700 ألف دولار حاجة كده مكفآت كاس العالم بتاعه لهم مش عايزة بس دي مالش دعوة دي مش بتخش في البيعة يعني مش حدوله نسبة هم على حاجة في حزبته بينه وبينهم دي فلوسه فهو ممكن يكون قال لك الله ده أنا ده أنا خمسة وخمسة ونص بقت عشرة ونص دي توصل لمية خمسة وتمانين مليون هو حسب تداول الحسين في الحسابة إزاي بس هو لما يطلع يقول لك أنا أبط بس خلاص وريني الورقة أنا مش هدوره هو التبسة عليه إزاي إنت أبط طلع ورقك وغلط الأهلي أعتقد الكلمة واضح جدا بس كمان الأستاذ بكري قال حاجة تانية تبر الأهلاوية الأدام أعتقد أنت عشاد زمالكاوة عملت غالي ما نشوف كلمة زمالكاوة يعني عملت غالي في السعر عايز تبقى لنا محمد أبريم ب40 مليون جنيه قلت له محمد أبريم أحسن سنة ألعاب في مصر دلوقتي مسنه 27 سنة والراجل ما يقلش عن أي سنة ألعاب عندك فال40 مليون ده مش رخم دلوقتي غير الأسماء اللي احنا بنسمعها وعدنا نضحك تخيل بقى ساتك وفعن كنت تطلب 40 مليون جنيه كله طلبين 40 مليون بس كان ينزل يعني احنا طلبين بس عشان بعد الفصال تخلص 30 مرح يعني أحنا مع 40 مرح حيبقى كام 35 30 مرح غير ما أقول العشرين يبقى عشرة فتخيل بقى ساتك لما ييجي يتباع عشرة لعبين من ضمنهم محمد إبراهيم محمد إبراهيم كام بقى كله كل الباكيج بقى 30 مرح قدراتين 35 محمد إبراهيم طلبنا من الأهل 40 مليون جنيه لمحمد إبراهيم بعدين حصل ايه حصل ايه يعني قال لك وبعد كده بعناه مع مجموعة لعيبة يعني كان كان الأهلي وافئ يعني يدفعهم برضو يا أستاذ بكر بقول لك كلام الكابتن أمير توفي أيوة مسؤول التعاقدات الأهلي لما تفاوض على محمد إبراهيم عشان أنا بقول لك أنت ضرب الأرقام بشكل مش طبيعي يعني أنا في الأولاني عادت أقول إزاي التمانين تبقى 185 بس ده منطقي لأن التمانية لما تبقى 40 يبقى تقدر تعمل ده حقيقة الأمر في التفاوض بين الأهلي ومصر المقصة على محمد إبراهيم في مفاوضات لم تكتمل بسبب رأي مستر موسيماني لما مسك النادي الأهلي مصر المقصة اللي كان بيتفاوض منه اللي هو محمد عبد السلام والدكتور عصام صراج أستاذ باكري كان برا الموضوع بس الاتنين طلبوا لمصر المقصة 15 مليون الأهلي قال أنا مش هدفع إلا تمانية فضل الأهلي عارض تمانية والمقصة بيتكلم اللي هو محمد عبد السلام والدكتور عصام في 15 طب نقرب طب نعمل في الفترة دي حتى التمانية ما مشيتش لأنه جي مستر بيتسو موسيماني لأسباب فنية اللعب يعني موجود عندي واحد زي أفشة في نفس المركز هقدر استفيد منه فمانيش محتاجه فبالتالي وقفت المفاوضات عندي تمانية لكن الأهلي عرض 40 وطلبنا معرفش كام ده ما كانش كلام سليم بالمرة أستاذ باكري لكن أعتقد فكرة أما أعدائي فأنا كافيلهم بهم دي مسألة مهمة جدا لأنه لما يتقال كلام الكابتن باكر سليم هنا والزميل كريم خطاب يقول له معنى كده إن ده إعلان عن السعر الرسمي فتبقى خلاص اللي بان في أفواه الكثيرين بما فيهم أبناء الأهلي ترجمة نانسي قنقر